كما أعلن تكتل تجار محافظة تعز الإضراب الشامل احتجازاً على ترد الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية ودعا التكتل في بيان مقتضب القطاع التجاري إلى الإضراب الشامل بدءاً من السبت حتى يوم الاثنين السادس من ديسمبر بسبب ترد الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وأكد تجار تعز على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وتداركية للاقتصاد الوطني ومنع تدهر العملة الوطنية واستعادة قيمتها هذا وأغلق مالك محال بيع الهواتف المحمولة في شارعي التحرير الأسفل بمدينة تعز محالهم احتجازاً على تفاوت سعر الصرف ويأتي إضراب محال بيع الهواتف المحمولة تلبية ليعلان تكتل تجار تعز إضرابهم الشامل حتى تحقيق مطالبهم الشامل المتمثلة في تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والحد من الغلاء ترجمة نانسي قنقر